أهلاً و سلام بحضراتكم مرة أخرى أزاي المشاهدين خلوني أرحب بضيف وضيف حضراتكم في هذه الفقرة النجمة الكبير كابتن أسامة عربيزة و كابتن مصر مشاهدت أن ننور الله يخليك أسوأة كان جداً وجودك معنا النهاردة أنا الأسعد اللي خليك بنا يخليك كابتن مصر خليني أبدأ مع حضراتك بالمونديال بوجه عام شايف المونديال ده أزاي؟ لا مونديال قوي جداً أولاً طبعاً التنظيم أكتر من رائح والاستادات الملاعب طبعا كل كاس عالم الدول كلها بتتنافس انها يعني تعمل افضل ما عندها وشوف نكاسات عالم كتير حلوة بس قطر بأمانة يعني بنت تحف الاستادات يعني الملاعب هيلة تنظيم هيل وبعدين كمان الميزة ان قطر صغيرة فالمسافات جنبه بعد فسهل قود الناس تتنقل وتروح وتشوفه بتاع يمكن غير بطولات اخرى كانت مسافات بعيدة اخيرها روسيا مسافات بعيدة جدا فدي برضو ميزة فطبعا التنظيم ممتاز واكتر من رائع المستوى الفني برضو كبير يعني مستوى فني كبير المباريات ابتدت سخنة على طول في كل المجموعات ما كانش فيه مجموعة مريحة طبعا شوفنا بعض المفاجآت ولكن ده بيحصل في كرة القدم في كاس العالم او بطولات اوروبا او بطولات افريقيا احيانا بتبقى فيه نسبة مثلا انا بتصور ان هي من 10 ال 15% كده بيبقى فيها بعض المفاجآت ودي حلوة كرة القدم يعني لما نشوف مثلا السعودية تكسب الارجنتين في اول مباراة وعملوا اداء رائع لما نشوف المغرب تكسب تتعدل مع كرات تكسب بلجيكا لما نشوف تونس رغم رغم ان فرنسا طبعا كانت وصلت وريحت معظم لعبتها الاساسيين بس برضو في انها يكسبوا يعني صحيح اليابان والمفاجأة الاكبر لانه اليابان كانت في مجموعة فيها المانيا واسبانيا صحيح يعني ممكن كل المجموعات الاخرى كان فيه امل للفرقة التانية انها توصل يعني للمغرب لممكن كوريا اليابان اسبانيا والمانيا حتى السعودية طبعا حتى السعودية برضو حظاه سيء انه طبعا رغم ان الارجنتين هي الفريق الاقوى هو كسبو الارجنتين لكن بولندا والمكسيك كانت فرق جيدة جد يعني حظاني مفيش فرقة تعرج عليها وطبعا شوفنا الماتش الاخير بتاع المكسيك ويمكن دي الفرقة اللي انا حزنان عليها انها تلعت من دور الاولاني المكسيك كان ممكن تكمل احسن من من فرق كتير دخلت في الدور التقاني ده اللي هو دور الستاشر طبعا زي ما قلنا تونس كسبت فرنسا كاميرون كسبت البرازيل نفس الشيء برضو زي مباراة تونس وفرنسا البرازيل كانت ضامنا الوصول فبرضو رياحت بعض اللعيبة لكن برضو فوز مهم وتاريخي للكاميرون ولكن المشكلة انه معظم الفرق العربية والاسيوية زي ما يكون مش مصدق نفسها يعني لما وصلوا خلاص لدور الستاشر بعضهم يعني وجدنا ان القوة الكبيرة هي اللي بتكسب و اه يعني نهار ده البرازيل ليس خلصان اربع واحد بكل سهولة اه ماتش انجلترا وغاء والسنغال برضو كسبوه بكل بساطة يعني من اقل ماتشات السنغال في البطول انا بيشوف ان المباراة معرفش بقى اه 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 انا بيشوف ان المباراة دور الستاشر لغاة دلوقتي بتحس ان هي اسهل من مباراة من بعض المباراة في دور المجموعات مصبوط مصبوط يعني يعني كل الفرق باستثناء ماتش كرواتيا واليابان اللي كان فيه معاناة شوية بقى كل خلاص اليابان اه عملت ماتش كويس طبعا برضو ايضا كرواتيا عملت ماتش كويس لكن في النهاية اه ضربات جزاء واخبرة اه لعابة كرواتيا اه حسمت الموضوع لان اليابان شاطت اه ضيعت ثلاث ضربات جزاء بكل بساطة شاطوه موحش جدا فهو ده الماتش اللي كان فيه صعوبة شوية يعني الارجنتين استراليا الارجنتين كسبت برضو بكل سهولة امكن استراليا اوحد شوية لكن الفرقة الكبيرة في النهاية وصلت نفس الشيء هولندا مع امريكا انا كنت متوقع ان امريكا تعمل مفاجأة خاصة بعد الاداء اللي قددوه في المجموعات انا قلت وهولندا ما كانتش في المستوى اللي انت بتشوف عليه فرقة هولندا فانا قلت توقعت بس هولندا ادرت برضو بخبراتها حسميت فكل حتى الان في دور الستاشر حتى الان ما فيش اي مفاجأة طيب هل ده يقول ان فيه فرق او طبعا فيه لكن هل ده يقول الفريق الكبير كبير والفريق الاقل في التصنيف اقل في التصنيف ما زال ما زالت الامور حتى الان هي ما زال ما فيش شك فيه تقارب حصل يعني ابتدت الامور تقرب المسافات ابتدت تقرب الخوف والرعب اللي كان بيحصل من الفرق الكبيرة في كتير من بطولات العالم من كتر الاحتراف واللعيبة احتكت وشافت لعبة قدام اللعيبة سواء الافارقة او الاسيويين او كده بلعبوا في اوروبا ضد اللعيبة دي بيحتكوا بيهم في مدارس كتيرة في المدربين في العالم كله ابتدت تنتشر والقراء الرابط فانت بتتكلم بالنسبة لالافارقة تحديدا والعرب يمكن اكتر حتى من كوريا واليابان عندهم امكانيات فنية ومهارية عالية طول عمرنا يعني حتى احنا لما لعبنا تسعين في كاس العالم سواء مع هولندا او ايرلندا وانجلترا قدمنا مباريات جيدة وكان باين ان احنا الناحية المهارية دي موجودة وايضا كل بقى الفرق انت بتتكلم عن الكاميرون والانجازات اللي عملوها في معاملة والفترة دي مباريات نيجيريا ايام اكوشا والمجموعة دي مكاشي وكانوا المغرب ايام عزيز بودربالا والزاكي وغير والجزاير فقدمت كرة من زمان لان احنا العرب والافارقة الافارقة الناحية المهارية كانت موجودة مش اقل من لعبة اوروبا صحيح احنا قريبين شوية من لعبة امريكا الجنوبية زي البرازيل والرجنتين كده في النواحي المهارية وكان بس هو كان ينقص النواحي البدنية والخططية كانت تحس ان هي في مسافة شوية كبيرة بيننا وبين الاوروبيين في النواحي البدنية وفي التنظيم الخططي وخاصة في الحطة الخططية الجزء الخططي تحس ان المسافات تبتدت تقرب شوية ولكن ما زال الكرة الاوروبية وامريكا الجنوبية وتحديدا طبعا البرازيل والارجنتين يعني فيه فروق في بعض الخبرات والتمرس في كاس العالم والتنظيم ما زال برضو هما يتفوقوا يعني ما زالت الاوروب نحن تكتيكية اه يعني ما زال فيه نسبة هما أعلى مننا فيها شوية الايه؟ المنتاج الدماج اه 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 يعني تحس يعني انا عاز اقولك حاجة انا حسيت انه فيه مبالغة جد جدا جدا من الفرق العربية او الافريقية لما بتكسب وتعمل مباراة جيدة نعم يعني مثلا السعودية عملت ماتش تاريخي مع الارجنتين ومفروض الارجنتين اقوى فرقة في البطولة معلش هما غرقوا في نشوة الفوز بتاعة الارجنتين وكأن الموضوع انتهى يعني الاحتفالات زيادة عن اللزوم الفرحة مبالغ فيها قوي اه يعني اه يعني ما 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 حسيت انه انه زي ما يكون عملنا اللي علينا فجيت في ماتش بولندا ادوا ولكن كان فيه اخطاء كتيرة في خط الدفاع بولندا ادرت تجيب جنين وضيعه وضيعه اكتر من كرة جينا بقى للمباراة التالتة للمكسيك وان سايد جيم للمكسيك ولكن ده هلي خلينا اسأل حضرتك هل المباراة بكرة محسومة بقى بالتالي للمباراة المغرب واسبانية لاننا بنتكلم على ان القوى القديمة اللي هي القوى القديمة ستظل دائما متسيدة اسلام حتى الان سبت فرق وصلهم من اللي هما الكبار ارجنتين هولندا برازيل فرنسا انجلترا كرواتيا وكرواتيا ازبانيا والبرتغال انا متوقع ان ازبانيا والبرتغال هيكسبوا لكن ما فيش شك ان اعتقد ان المغرب هتعمل مباراة كبيرة وعندها نسبة في ان هتكسب طبعا ايضا برضو في مباراة سويسرا مع البرتغال المنتخب السويسري عنده فرصة ان يكسب ولكن اعتقد نسبتهم مش هتزيل عن 20-25% يعني النسبة الاكبر مع المغرب واسبانيا هتبقى الاسبانيا صحيح لما اتكلم في مستوى الفرقتين مستوى الخبرات مستوى التمرس في البطولات اللي زيدية اعتقد يعني لكنها مباراة هتبقى قوية صعبة ممكن جدا المغرب تعمل مفاجأة زي ما حصل وطلعت اول مجموعة شوفنا النهاردة اليابان وكرواتيا وصلوا لضربات الجزاء صحيح فكل الاحتمالات وردة ولكن لو سألتنا على تخمين الشخصي او توقع الشخصي اسبانيا تكسب اقولك نسبة اسبانيا يمكن 70 او 75% اذا المنتخب المغرب الشقيق يحمل امال وطموحات العرب في كل شيء الحقيقة من المحيط الى الخليج نتمنى لهم كل التوفيق بكرا في النهاية كابتن هي مباراة صعبة طبعا مباراة صعبة جدا على المنتخبين على فكرة اه يعني حتى المنتخب الاسباني مباراة بالنسبة له مش نزهة ولا لا منتخب المغربي منتخب قوي ايوا قد ماتشاة قوية عنده نجوم كبار بلعبه في حتة كبيرة في اوروبا زي حكيم زياش زي اشرف حكيمي كلهم سوفيان فوال مؤظمهم كلهم وهب الخزر عامل وهب الغزر تونس اه مرابط 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 عامل ماتشاة هايلا مباراة جميلة صح يعني لا عندهم لعيبة متمرسة وعندهم خبرات ولكن احنا بنقول التوقع المنطقي اقرب لفرقة اسباني لكن كل الاحتمالات موجودة حقيقة النهاردة المدير الفني للمنتخب الاسباني انريكي قالك انه المباراة صعبة جدا ولكن انا حكسه ما هو هو بيتكلم من هلعب طريقتي هلعب اسمي اه يعني بيتكلم على ان اسبانيا من احسن فرق العالم نجومها من اكبر نجوم العالم بالذات الفترة التمنع او العشر سنين الاخيرة كذا جيل للمنتخب الفرنسي او حتى لبرشلونة وريال مدريد لعبة مميزين جدا اللي هما الاسباني اللي موجودين في الفرقتين يعني يعني تحس ان الكرة الاسبانية في الفترة العشر سنين الاخيرة رجعت للمنافسة يعني فترة التمانينات والسبعينات كانوا بعاد شوية اه ممكن ريال مدريد وبرشلونة لكن انا بتكلم عن المنتخب الاسباني لكن من ساعة يعني الدوري الاسباني اشهر واقوى واقمد من المنتخب الاسباني اه الفترة القديمة بس ابتدى المنتخب الاسباني من الجيل اللي هو كان فيه نيستا وتشافي والمجموعة دي عاملين يعني ماشية المدرسة الاسبانية ماشية بشكل كويس فانا اتوقع ان هم اقرب للمكسب لكن فرص المغرب مش قليلة عموما ان المنتخب المغربي الشقيق يحمل طموحات وامال العرب في هذا المونديال تقرير ونرجع نكمل مع حضراتك طيب نجي انا لحضراتكم مرة اخرى كابتن كابتن اسامة المنتخبات الافريقية برضو الكاميرون والسنغال عملوا مبرجة ده ده المجموعات ولكن اللي وصل منهم السنغال ما قدرتش تعمل حاجة قدام المنتخب الانجليزي مظبوط ما هو انا نفس اللي قلته طبعا الاصابات بصراحة يعني هم عندهم ثلاث اربعة مصابين يأثروا على بلد طبعا ما نين واحده نص الفرق دي حقيقة يعني هم كلهم قدوا في الدور الاولاني بشكل كويس ولكن زي ما انا قلتلك حاجتين يعني أثروا جدا في المنتخبات العربية او الافريقية من الاول يعني اما تكوين العناصر الخمسة وعشرين فيهم عجز يعني فيه المنتخب السعودي مثلا تأثر بإصابات بعض اللعبة في المباراة الاولى ما عوضهمش بسهولة صحيح زي الشهراني المنتخب السنغالي متأثر بغياب ساديو مانيه طبعا فيه برضو منتخبات أثرت ببعض الناس اللي تصابت في اول اللقاءات لكن اكتر من دي زي ما انا قلتلك جزئية انك تصدق نفسك يعني حصلت مع المنتخبات العربية وبرضو حصلت مع المنتخبات الافريقية يعني قدوا بشكل كويس بس برضو تصدقين نفسهم معهم معظمهم يا كتب معهم محترفين بس برضو فيه حتة كده ساعات بتحس فيها بان العقلية يعني شوية ما عندهاش الالتزام اللي هو الالتزام اللي هو الالتزام التكتريك اللي هي المية المزدود صحيح اه يعني يعني منتخب السنغال خسر ببساطة جدا لانه حتى لما بيجي في جون بيندفع وبيسيب دفعاته مفككة زي ما حصل مع المنتخب الكوري النهاردة مجرد ما الجون الاولان يدخل فيه مش مركز انه يلتزم دفاعيا وانه يهدى شوية وانه يقفلوا بعدين على هجمها لا هو فتح خطوطه بطريقة فبتدرب بسهولة جدا المنتخبات الاوروبية شوية عندها قبرة في الموضوع ده يعني المنتخب الكرواتي مثلا مش في افضل حالاته ولكنه تحس انه بيلعب يعني مركز قوي يعني مش 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 دخل في جون وتعادل وفضل واقف برضو ببس الطريقة مصبوط يعني يعني حتى لما الوقت تقرب اللي هو الوقت الخطر اللي هو ناقص ديقتين ثلاثة وهيلعبوك سرطايم تحس انه بيهدوا اللعب وبيستعودوا خايفين برضو مش عايزين يتخطفوا يفتحوا يتخطفوا بجون ويخلص يلعبوا النص ساعة افضل فانا اقصد دي شوية مفتقدة عند الفرق الافريقية والعربية العربية بتبالغ في الفرحة يعني بطريقة مبلغ فيها قوي والافريقية شوية حتة الالتزام والتركيز شوية مفتقد مش زي الفرق الاوروبية لكن الامور ابتدت تقرب وعنا اتمنى في كاس العالم الجاي تكون النتائج كمان الافريقية افضل من كده ونتشوف مثلا منتخب افريقي في المربع الزهبي وطبعا بردو منعول على المنتخب المغربي منعول على المنتخب المغربي كل مصر مغربية بكرا ان شاء الله الساعة ان شاء الله احنا يعني بنحب المنتخب المغربي ونحب الشعب المغربي عمتا المصريين من وجهة نظرك يا كابتن ايه هي المباراة الامتعة في المونديال يعني انت عادت تفرج كده مش طبعا عرفت تفرجتش على كل محدش تفرج على كل مباراة بس انا اتفرجت على 80 او 85% المباراة اللي انت عادت كده مبسوط وانت قاعد بتتفرج المباراة اللي بقى فيها ندية قوي يعني مثلا السعودية الارجنطين كانت مباراة حالو يعني فيها رايح جاي فرنسا و تونس و تونس انا ما شفتهاش لا فرنسا والاخير اللي هو مبابي حط فيه هدفين مباراة هاي لا مباراة البرازيل النهاردة الشوت الاولاني البرازيل قدمت شوت رائع وان كنت شايف ان كوريا سهلت الموضوع يعني ماتش البرازيل وكرواتيا مش هيبقى بالسهولة دي صحيح المنتخب البرازيل عنده فرصة اكبر من منتخب كرواتيا ان يكسب ولكن هيعاني مش هيبقى مش هتبقى مباراة سهلة وانا مش عايز اقول كلمة يعني يعني مش هتبقى مباراة سازجة في التهديف زي مباراة النهاردة كوريا تحس الماتش خلص في ربع ساعة يعني ما كملوش يعني باخطاء مش متمركزين في الدفاع كويس مباراة برازيل وكرواتيا برازيل اقرب طبعا للمكسب لانه اقرب لكاس العالم ولكن هيعانوا مش هتبقى مباراة سهلة يعني ففي اكتر من مباراة بس انا من كتر التدخل مباراة كتيرة قوي فالواحد فيه طبعا الماتشات بقى اللي خلصت بسهلة قوي ما بتديلكش المتعة الكافية يعني زي ماتش اسبانيا الاولان اللي كسبوا فيه سبعة دوت خلاص ثلاثة اربعة تجون بتحس ان الماتش في اتجاه واحد ما بيبقاش متعة قوي يعني لكن ما فيش شك انه فيه منتخبات قدت بشكل جيد جد اه فيه منتخبات تقيلة يعني زي البرازيل زي فرنسا اه الارجنتين بعد ما اخدوا الصدمة بتاعت السعودية مش هيبقوا سهلين رغم انهم مش احسن حالتهم بس مش هيبقوا سهلين المنتخب الانجليزي على فكرة برضو بيقدي كرة حلوة وعندهم لعيبة تقال تنسب ايران سبتة كمان اه وبالذات في الخط الامامي عندهم تصرف على المرمى وخطيرين يعني مش منتخب سهل المربع الزهبي تتوقعوا مين هو فيه فرق في اتجاه فرق بس هو يعني فرنسا مش في اتجاه البرازيل فانا اتصور ان فرنسا والبرازيل هم اقرب اتنل للنهائي من افضل فيهم كابتل حتى الان يعني بما انهم هايوصلوا النهائي انا انا يعني فيه جزئية برجح فيها البرازيل وفيه جزئية برجح فيها فرنسا بس هم متقاربين يعني تحس ان الرباعي الخط الظهر بتاع فرنسا اضعف من رباعي خط الظهر بتاع البرازيل أو دفاعياً كسيستم دفاعي أضعف الجزء الأمامي اللي اتنين خطرين اللي اتنين يعني سواء بابي جيرو واسمه ديمبلي وجريزمان تحت بلعبه اربعة تلاتة تلاتة يعني خطرين الجزء الأمامي بتاعهم نفس الشيء المنتخب البرازيلي الجزء الأمامي خطر جداً برضو جيسوس نيمار أنا شايف أنه بس أقلهم مش مقدي ريتشارد الرأس الحربة رفينا اللي هو الجناح اليمين شوية مش في أحسن حالاته يعني هو حتى النهاردة نيمار واخده وقعادي يكلم فيه كتير لأنه عادي يضيع فرص ومش في أحسن حالاته لكن المنتخبين قريبين قوي من بعض في الخطوط في حراسة المرمة كمان الاتنين أقوية المستوى بتقارب ولكن أنا برجح شوية كافة البرازيل رغم أنه في ناس تانية بترجح كافة فرنسا دول فرنسا فرنسا نعم اللي بعديهم فيه عندك منتخب الإنجليزي بس طبعاً هو يواجه فرنسا فهي مباراة قوية جداً ولكن نسبة فرنسا للمكسب أقرأ برضو منتخب الإنجليزي كويس جداً طبعاً منتخب الأرجنتيني هيبقى برضو مش سهل منتخب الأسباني لو كسب المغرب يمكن دولة أقرب ما أنا بقولك برازيل فرنسا إنجلترا لو بس هي مع فرنسا بأن نشوف بس مين لها يعدي الأرجنتين أسبانيا أسبانيا دول أقرب ناس للصعود للمباريات لدور المجموعة طيب أخيراً من اللاعب اللي لفت نظرك في كاس العالم بلعب بلعب واحد تلاتة لو أحبت تقول تلاتة ده في كذا واحد طبعاً إمبابي إمبابينا طبعاً طبعاً وإن كنت لسه حاسس إنه عنده حسب من كده آه يعني يعني هو معرفش هل هو بيدلع بيلعب باستهطار شوية بيلعب بسيقة زيادة إمبابيه طبعاً أنا عاجبني جيرول فروت بتاع فرنسا هدف كويس عاجبني خيسوس برازيل نمار طبعاً ورغم إنه برضو نفس بابيه يعني شوية عنده يعني ميسي مش كده ميسي جدي على طول في اللعب خلي بالك النهاردة نقريك تقرير عن ميسي بمناسبة ميسي يقولك إنه أكتر لعب بيتمشى في الملعب بيتمشى ولكن بيبقى باين عليه الجدية أيوة بجدية يعني حتى إسلام أما بيتجيله كورة بيتبصيها بجدية يعني لكن نمار ومبابي تحس فيهم شوية دلع عايزين يرقصوا زيادة هم اللي جايين بقى الخطوة اللي جاية يعني آه هم طبعاً هم طبعاً بس طبعاً تقال يعني ما أنت برضو يعني إحنا بنقول عليهم كده لكن هم برضو يغيرو لك الدنيا في ثانية آه طبعاً آه فيه طبعاً جوان هيلة برضو في البطولة آه يعني فيه لعبة كتير لفتت نظر الواحد طبعاً آه راس حرب انجلترا آه هدافت هاريكين هاريكين ماشي بشكل كويس مبارع كمان جابجون حلوة قوي وعمل ماتشات كويسة آه يعني فيه أكتر من من لاعب مميز في معظم الفرق آه ماشيين بشكل كويس يعني طيب عموماً دي كانت الإطلالة سريعة على كاس العالم لغاية بقى منخش في كواليس المونديال خلونا نطلع نشوف آخر استعدادات النادي الأهلي لمباراة المحلة تأرير ونرجع نكمل بقى مع حضراتكم ومع كابتن أسامة ندخل بقى على الجانب المحلي طيب مباراة صعبة جداً أمام المحلة كابتن أسامة أعتقد أن استعدادات جادة جداً ولكن هو جمهور الأهلي الآن شوية من المباراتين الأخيرتين من المستوى اللي ظهر عليه النادي الأهلي سواء في مبارات المئولين أو الجيش الأخير يعني هو طبعاً على رجل من الفوس طبعاً طبعاً أهم ما حدث في المباراتين دولة أنت كسبت مبارات كاس ومبارات الدور الأخيرة صحيح يمكن الأداء أقل من نادي الأهلي منها قبل فترة الراحة ثلاث حاجات أنا شايف أنه ممكن يكونوا أسروا شوية في الموضوع الأداء ده اللي هو المختلف عن الفترة الأولى نمر واحد فترة الراحة وعودة لعبها من بعد فترة راحة صح بعد ما وصلوا للمستوى معين دي مأسرة أكثر المتدررين أكثر المتدررين آه طبعاً ما أنت فيه فرق لما بتوصل للتوب فورم وخلاص أداءها عالي بتيجي تريح وفيه فرق بقى بيقى عندها إصابات كتير مستوى أداءها وحش نتائجها وحش ففترة الراحة بتيجي جيدة معها يعني نعم يبقى أول حاجة فترة الراحة تاني حاجة تغييرات كتيرة في شكل الفريق في المبارتين يعني المباراة الأولى غيرنا عدد كبير أو من اللعيبة وكان فيه لعيبة أساسية أعدم رياحة ويمكن استعنى بهم في الشوت التاني دي فرقت كتير في المباراة آه المباراة الأخيرة غيرنا حوالي ست لعبين دفعة واحدة آه يمكن التغييرات دي برضو آه يعني كنت أنت مستقرة على شكل معين كانت تغيير في أداء الحدود قبل التوقف نعم دي نقطة تالت حاجة إضاءة الفرص السهلة يعني سواء في مباراة المقاولين أو مباراة طلاع الجيش ده يعني فرص سهلة آه ممكن تخلص بيها فدي ممكن برضو تكون من فترة الراحة نعم لكن أنا أتصور أنه ماتش المحلة هيبقى مختلف آه اللعيبة دخلت في شكل الأداء الرسمي تاني في المباراة الأخيرانتين آه هايبقى فيه جدية أكتر لأن المحلة كان قبل المكسب اللي فات كان هو المتربع رغم أن أنا يعني فرقة المحلة فرقة جيدة وتحترم يعني ولكن كل ترتيب الدوري ده هيبقى مختلف تماما بعد كمان أربع خمس أسابيع يعني أصلا مش هتعول أنت على فرقة في التلات أربع ماتشات هتقول ده محتلة الأول أو التاني أو التالت ده مش هيحصل طبعا ده مش هيحصل هيحصل اختلافات والدليل على كده أني مثلا تحاد سكنداري قاعد تلات ماتشات واتجي لعب المحلة اتغلب ونزل تاني اللي مش هيحصل في الرابع أو التالت فأنا ده ترتيب وهمي اللي هيطلع في الآخر في المقدمة هتلاقي الأقلي هتلاقي زمالك هتلاقي بيرامدز هتلاقي يمكن فيوتشر ومنوشة بقى من فرقتين تلاتة فدي مش مش ترتيب منطقي بعد خمس ست سبع ماتشات يعني لما الأمور الناس تلعب كتير وتستقر الموضوع هتلاقي الترتيب يبتدى يرجع للشكل الطبيعي بتاعه فمباراة صعبة مباراة مهمة تلات نقط مهمين جدا فرقة هتلاقي فرقة واخدى ثقة المكسب تسبنا ثلات ماتشات ومتعادلة ماتش فعندها ثقة المكسب مش خايفة على حالي يعني أنا لما أجي مثلا لعب فريق زي أسوان أو حرس الحدود أو بتاع خسران ثلاثة أربع ماتشات بيبقى مهزوز وخايف ولكن لما بجي لعب فرقة كسبنا ثلاثة أربع ماتشات وهي في في الطبيعي انه ده مش وضعوهم يعني مش هيفضلوا يكسبوا هتلاقي ثقة هتلاقي ثقة ايوه مفيش قلق على الهزيمة مفيش خوف فالمباراة تبقى صعبة وإن كنت بقول إن النادي الأهلي أقرب للمكسب فيها برضو طيب أخيراً يا كابتن هالملعب غزل المحلة هيؤثر بشكل سلبي على أداء النادي الأهلي هو زمان يا إسلام انت عارف كنا أحلى ملعب بنحب نلعب فيه ملعب المحلة وملعب الإسماعيل واستدق قائرة التالي يعني التلاتة دول فالمحلة طول عمره احنا كنا بنبقى فرحانين وبالذات زمان أيامنا الملعب مش كلها كانت جيدة يعني ملعب ملعبين تلاتة ممكن دلوقتي فيه ملعب كتير جيدة فإن شاء الله يكون الملعب كويس لكن هما بيبقى عندهم حماس أكتر أكتر في ملعبهم في ملعبهم لكن خبرة لعبة النادي الأهلي وثقاتهم وخبراتهم الدولية وخبراتهم الأفريقية أعتقد أنه يعني إن شاء الله المكسب يكون في متناول النادي الأهلي يا رب إن شاء الله أنا بشكرك جداً يا كابتن أسام على وجودك معنا شكراً جزيلاً دايماً بنستمتع بوجودك معنا الله يخليك أنا متشكر لك إسلام ومتشكر على اللقاء الحلو دول وإذا المشاهدين والجمهور النادي الأهلي مبروك لكل الماتشات اللي فاتت وإن شاء الله مكسب يوم المحلة إن شاء الله إن شاء الله أنا بشكرك شكراً جزيلاً لنجم الكبير كابتن أسام عرابي هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل عمر صبحي ومحمد جمال نحللي كرة القدم العالمية في ضيافة البيت الكبير دائماً من خلال كواليس المدية